بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كلمة حق يراد بها باطل هذه الجملة الرفيعة المبتكرة أطلقها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في منعطف خطير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد حرب الجمل وبعد حرب الصفين لما فرض على أمير المؤمنين صلوات الله عليه قبول الحكمين وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما يروا الحديث الشريف وكما يروا التاريخ بكل الشدة وإصرار لا يريد قبول الحكمين ولكن شرائح من أصحابه فرضوا عليه ذلك وقبل الحكمين تنازلا أن تلك الشرائح من أصحابه لما قبل بالحكمين بعد ذلك مجموعة من أصحابه تمردوا عليه وجعلوا يطلقون شعار لا حكم إلا لله يطلقون هذا الشعار ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه تعريغا بأمير المؤمنين وتصريحا ضد أمير المؤمنين بأن قبوله صلوات الله عليه للحكمين هذا حكم بغير ما أنزل الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه كل ما صنع في مواجهة هؤلاء فقط وفقط وفقط هذه الجملة المبتكرة العظيمة قال كلمة حق صحيح أنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء الذين يعلنون هذا الشعار يريدون بهذه الكلمة الباطل